افتتحت وزارة العمل اليوم معرض توظيف أخطبوط 2016 في محافظة إربد والذي ينظم بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وبدعم من العديد من شركات القطاع الخاص أجنحة لأكثر من مئة مؤسسة وشركة في القطاع الخاص تستقبل الباحثين عن عمل بحسب تخصصاتهم ومهاراتهم وذلك خلال معرض توظيف أخطبوط 2016 والمقام في محافظة إربد يسعى القائمون على هذا المعرض إلى توفير فرص للباحثين عن عمل بتعبئة نماذج التوظيف وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي المؤسسات المشاركة نجاح المعرض بيعتمد على أكمن شخص من هدول الثلاثة لخمس آلاف باحث عن عمل بيلاقي وظيفة بهذه الشركات وبالتالي احنا شو رح نسوي؟ بعد هذا المعرض مباشرة رح نتفاصل مع كل الشركات نعرف كيف منهم توظفوا وكيف منهم بحثين عن عمل بالبايبلاين المعرض الذي يستمر لمدة يومين والمقام في قلعة أربيلا الكبرى بمدينة الحسن الرياضية شهد في يومه الأول إقبالا كبيرا من الشباب والشابات الباحثين عن فرص عمل في محافظة إربد فرصة كثير حلوة كخريجين أن الشركات هي تيجي لعنا بدل ما إحنا نروح عليها معرفة أن كل الشركات هاي في عمان ممكن يكون صعب علينا أن تخصص يوم معين لتنزل تشوف شركة شركتين فتواجد جميع هاي الشركات عندنا هون في المحافظة كخريجين بسهل علينا كتير ويوفر لنا فرص كبيرة هذا المعرض يهدف إلى توفير مئات فرص العمل لأبناء إربد المتعطلين في إشارة إلى أنه يأتي ضمن إطار دعم الجهود الرسمية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوفير فرص عمل وتشغيل للشباب